اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه النشرة الاخبارية من قناة الغدى المشرق نبدأها بالعدوي قائد المقاومة الوطنية يؤكد ان تحرك الوية العمالقة الى شبوى سيحدث تحولنا في ميادين المعركة ضد ميليشيات الحوثي تقارير تؤكد سعي ميليشيات الحوثي لاعداد جيل من المتطرفين عبر المناهج المدرسية المزارعون في ابيان يتوجهون الى استخدام منظومات الطاقة الشمسية في العملية الزراعية تسلمت قوات الوية العمالقة الجنوبية مطار عتق بمحافظة شبوى بحضور قائد اللواء الحادي عشر عمالقة عبد الرحمن الجعري واجرت عملية الاستلام والتسليم رسميا من قائد محور عتق اللواء عزيز العتيقي وعدد من القيادات العسكرية ويأتي استلام المطار في إطار انتشار قوات العمالقة الجنوبية في محافظة شبوى استعدادا لتحرير المدريات التي سقطت بيد ميليشيات الحوثي قال قائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق صالح ان تحرق قوات من الوية العمالقة الى محافظة شبوى سيحدث تحولا في بيادين المعركة ضد المشروع الايراني جاء ذلك خلال زيارته اللواء الثاني من حراس الجمهورية في محور البرح بمحافظة تعز فكان النتائج هذا التخطيط وعادة التموضع هو تأمين جبهة الساحل الغربي تأمين ممرات الملاحة الدولية تأمين باب المندب تأمين قواتنا وترتيبها وعادة انشارها واخراج احتياطي قوي للمشاركة في اي جبهة لانه لدينا مخزون ولدينا قوة فائضة هذه القوة التي جمدها اتفاق ستوك هول وكانت على ابواب الحديدة كان بقائها خطرا عليها بذلك الانتشار السابق لانها بموجب الاتفاق لا تستطيع تحرير الحديدة ولا تستطيع ان تشعل معركة كبرى في الحديدة ولكن العدو كان يتربص بهذه القوات ويريد اختراقها وتقطيعها والسيطرة عليها حرمناه من هذا الشيء وامتلكنا احتياطي قوي وتحركنا شرقا لله الحمد على هذه الرجال وهؤلاء الأبطال وهذا التحرك المبارك ان شاء الله سيحدث تحولا في ميدان المعركة وفي ميازين الحرب كما اكد العميد طارق ايضا ان شبوى ستكون على موعد مع التحرير بدعم من دول التحالف العربي تحية لابناء شبوى وموعدهم مع التحرير ان شاء الله على ايدي الرجال والابطال وبدعم من اخوتنا في المملكة العربية السعودية والامارات العربية الذين قدموا الغالي والنفيس لدحر المستعمر الفارسي الدخيل على بلادنا قدموا المال والرجال وضحوا بابطالهم وابنائهم من اجل كرامة وعزة اليمن هذا وتشهد محافظة شبوى تحولات عديدة يؤكد مراقبون انها بداية مرحلة جديدة من التعافي والتحرر من ميليشيات الحوثي والقضاء على الفساد والاقصى الذي شهدته المحافظة على مدى ثلاثة اعوام مضت العمالقة في محافظة شبوى اختصار لتحولات القادم ومعركة النصر القادمون من الساحل الغربي الى الساحل الشرقي جاءوا يحملون معهم امال اليمنيين للخلاص من ميليشيات الحوث الانقلابية حتى اضحو حديث الناس في كل مكان لانه باختصار هم صناع النصر تزامنا مع ذلك يصل محافظ شبوى عوض العولقي الى مدينة عتق لمباشرة مهامه قال العولقي انه سيبذل قصار جهوده لخدمة المحافظة وابنائها والعمل على استعادة مكانة شبوى شبوة التي عاشت ثلاث سنوات من الاقصاء والفساد والملاحقات والاغتيالات وعديد ممارسات تحررت منها بعد الاطاحة بمحمد صالح بن عديو اهي انفراجة في المشهد اذا بمحافظة شبوى تؤكد مصادر سياسية ان ثمت تحولات على صعيد المعركة الميدانية في المحافظة وعلى قدم وساق تسير الترتيبات العسكرية لبدء العملية العسكرية لاستعادة مدريات بيحان وعين وعسيلان التي سقطت نهاية سبتمبر الماضي بعد معارك محدودة مع القوات الحكومية التي تقودها قيادات من حزب الاصلاح لم تستمر حتى لساعات التحولات هذه لم تقتصر على الجانب العسكري فحسب انما تمتد الى كافة الجوانب الاخرى يعول السكان بحسب المصادر على المحافظ عوض العولق لاحداث تغيير وانهاء حالة الاقصاء والتفكك التي سادت المحافظة على مدى الفترة الماضية سيما وان المحافظ يحظى بتأييد شعبي وقبلي كشخصية جامعة ودعم من قبل الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي يساعده كثيرا في لملمة الشمل داخل المحافظة والعمل على ايجاد الخدمات التي ينادي بها السكان واصلاح ما افسده الاخوان في المحافظة يترقب الشبوانيون كل هذه التحولات ويقولون ان المحافظة دخلت مرحلة جديدة تنص على التعافي والتحرر من ميليشيات الحوثي التي تبخرت احلامها واحلام الاخوان في محافظة شبوى اكد رئيس الوزراء بوعين عبد الملك دعم الحكومة للقوات المشتركة والمقاومة لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الضالع من ميليشيات الحوثي وخلال اجتماع مع قيادة محور الضالع وعدد من قيادات السلطة المحلية والعسكرية والامنية في المحافظة اشهد رئيس الوزراء بدور التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في اسناد المعركة المصيرية والوجودية لليمن والعرب جميعا حتى تحقيق الانتصار اكدت مصادر تعليمية ان ميليشيات الحوثي تعمل على تكريس مفاهيم التطرف والعنف بين طلبة المدارس من خلال فعاليات تهدف لتجنيد واستقطاب صغار السن والمراهقين وفق منهجها المستمر ببث روح التطرف بين الملايين من طلبة المدارس في مناطق سيطرتها دأبت ميليشي الحوثي الانقلابية على تكريس مفاهيم التطرف والعنف بين اكثر من ستة ملايين في مرحلة التعليم الاساسي مصادر تعليمية يمنية نبهت الى ان المناهج الدراسية الجديدة باتت تكرس العنف وتحث عليه الى جانب تكريسها للفكر السلالي المتطرف وان فعاليات ما يسمى اسبوع الشهيد حولت مدارس المناطق الخاطعة لسيطرة الانقلاب الى معسكرات مفتوحة للتدريب على السلاح وحث الصغار على الالتحاق بالجبهات معلمون ومعلمات في صنعاء ذكروا ان ميليشي الحوثي كرست مناسبة ما يسمى اسبوع الشهيد لتجنيد المزيد من طلبة المدارس حيث الزمت بموجب توجيهات القيادي المدعو قاسم الحمران المعروف بتطرفه المذهبي والسلالي وجهت كل المدارس باقامة الفعاليات والقاء الخطب وتنظيم عروض مسرحية تمجد قتل الميليشيات وذلك وسط تركيز على المدارس الكبيرة وذات الكثافة الطلابية لتنفيذ تلك الانشطة بالتزامن قالت نقابة المعلمين اليمنيين انه تأكد لديها قيام ميليشي الحوثي الانقلابية بوضع صورة للطفل قتل في صفوفها غلافا لمقرر مادة اللغة العربية للصف السادس وهي خطوة تسعى الميليشيات من خلالها وبحسب النقابة إلى تغيير وعي الأطفال وأفهامهم أن النجاح ليس بمواصلة الدراسة بل بالقتال في الجبهات وحذرت النقابة من أنه إذا لم يتم فعل شيء للحد من تأثير هذا التلقين العقائدي ستمضي أجيال من الشباب نحو مستقبل يكون فيه أعلى تطلعاتهم في الحياة والموت في الحرب مما سيزعزع استقرار اليمن والمنطقة لأجيال قادمة داعية الجميع في الداخل والخارج لمنع هذه الأفكار من التسلل للمناهج والمدارس قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن السعودية تتابع دعم النظام الإيراني لمليشيات الحوثي الذي يطيل أمد الحرب في اليمن ويفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد أمن المملكة والمنطقة ولفت الملك سلمان خلال الخطاب الملكي السنوي أمام مجلس الشورى إلى أن بلاده حريصة على تقديم مصالح الشعب اليمنى أولا وأكدا أن المملكة ما زالت تدعو مليشيات الحوثي للاحتكام للحكمة والعقل كما جدد العاهل السعودي التأكيد على أن المبادرة السعودية هي الحل لإنهاء الصراع في اليمن اتجه بعض المزارعين في محافظة أبيان إلى تركيب منظومات الطاقة الشمسية لاستخراج المياه الجوفية وريء المحاصيل الزراعية حيث ستساهم عملية الريء بالطاقة الشمسية في استقرار عملية زراعية التي تعد من أهم مصادر دخل سكان المحافظة يواجه المزارع في محافظة أبيان صعوبات عدة في عملية الريء أبرزها ارتفاع سعر مادة الديزل التي يعتمد عليها المزارع بشكل رئيسي بما دفع بالبعض إلى تركيب منظومات الطاقة الشمسية لاستخراج المياه الجوفية وريء المحاصيل الزراعية تعد الطاقة الشمسية الملقى أو الملاذ الذي يستنقد به المزارعين في هذا التوقيت فوفرت لهم شيء كبير جدا وهي عملية توفير دبة الديزل التي وصل لها سعر الديزل إلى 30 ألف في بعض الأوقات لهذا نريد أن تتركيب طاقات شمسية للمزارعين ولا أقصد بهم سقر المزارعين الذين تعرضوا لصدمات قوية جدا لعدم قدرتهم على الشراء وبما أن الوغود اللازم لتشغيل المضخات أصبح شحيحا ومكلفا للقايا بسبب الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد بدأت الطاقة الشمسية تستخدم في عملية الري بشكل كبير إلا أن تكلفتها المالية تعد أكبر عقبة أمام المزارع الذي صار ينتظر نصيبه من المنظمات المانحة التي تقوم بتقديم بعض المنظومات الشمسية للمزارعين ركبنا الطاقة الشمسية من قلاء الديزل تسهل لك العمور في الزراعة تسهل لك العمور في باقة الحاجات مثلا مع ارتفاع الديزل الآن وصلت دبك إلى 30 ألف 23 ألف الطاقة الشمسية صح أنها بمبلغ مرتفئ بس سهلت معاك العمر في الزراعة من شأن نستمر في زراعتنا نستمر في مهارتنا دعم المنظمات في الطاقة الشمسية يجب أن توزع إلى مواقعها الحقيقية لأننا نلاحظ أن هناك تقسيم غير عادل يعني مناطق تستلم فوق طاقتها أو أن يحولوا لها بشيء ما فوق طاقتها لأغراض أخرى لأغراض أن تروح لصالح فلان أو علان من الناس أو تباع بصورة أخرى نحن ندعي هذه المنظمات أنها تعمل عمل سليم وعمل يخدم المزارعين وتعد أنظمة الري التي تعمل بالطاقة الشمسية من التقنيات الحديثة قليلة التكلفة وصديقة للمناخ ومتاحة لكبار وصقار المزارعين إلا أنه يجب إدارة وضبط هذه الأنظمة بدقة لتجنب خطر الاستخدام غير المستدام للمياه الجوفية لقناة الغد المشرق أطمان عامر أبيان النشر مستمرة وتتابعون فيها بعد فتر قصير اختتامه برنامج تدريبي لرفع الوعي السياسي للشباب بحضر موت أهلا بكم جديد ناقش محافظ حضر موت اللواء فرج البحسني مع مكتب وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بساحل حضر موت المتغيرات في سعر الصرف وتفعيل دور الرقابة على الأسعار في الأسواق المحلية البحسني وجه بتكثيف النزول الميداني إلى المحال التجارية والأسواق لمراقبة مدى التزامها بتقديد أسعار السلع والتنسيق مع السلطات المحلية بالمدريات في تنفيذ الحملات بما يضمن للمواطن حقوقه ويحمي حياته ومعيشته اختتم بمدينة سيئون برنامج رفع الوعي السياسي للشباب بمحافظة حضر موت ويهدف البرنامج إلى تثقيف وتوعية الشباب بحقوقهم في منظومة التشريعات والقوانين الوطنية والدولية لأجل مشاركة فاعلة في المشهد السياسي شباب الناشطون من مختلف مديريات وادي وصحراء حضر موت يتدربون بسيئون في مجال رفع الوعي السياسي للشباب بمحافظة حضر موت المراحل القادمة ستكون أكثر جرعة في مسألة تعزيز المشاركة السياسية للشباب ستكون أعلى رتما في مسألة نوعية البرامج خمسة وعشرون مشاركا ومشاركة يتلقون تدريبات حول أنظمة الحكم والسلطات ومهارات التفاوض والحوار جلسات الدورة استمرت على مدى ثلاثة أيام تضمنت نقاشات عدة حول برامج الأنظمة السياسية والحكم تساعد الشباب على معرفة الحقوق والواجبات القانونية نحن نفتقد للبرامج التوعية السياسية خاصة في الوقت الراهن نحن نكون عندنا جهل في فهم المناخ السياسي وفهم ما يدور في الساحة السياسية مثل هذه الدورات ترفع الوعي بشكل عام وتناقش مع السلطات تناقش معه يكون عندك وعي كامل في الحقوق في الواجبات في إطار مديريتك برنامج هادف الشيء الجميل والملفت في هذا البرنامج أنه استهدف جميع مديريات وادي وصحراء حضر الموت وكذلك تم اختيار نخبة من الشباب المتميزين البرنامج النوعي يهدف إلى خلق قيادات شابة تنخرط في العمل السياسي قيادات قادرة على الإسهام في تنفيذ مبادرات متنوعة في مديرياتها بهدف البحث عن حلول تعالج الأوضاع الراهنة في البلد محمد بحفين الغد المشرق سينون ولان نتابع اياكم اخر الأخبار والمسجدات المتعلقة بجائحة كورونا كشفت منظمة الصحة العالمية أن متحوري الدلتا وأميكرون من فيروس كورونا يتسببان بما وصفته بيتسونعبي في إصابة كوفيد 19 وقال مدير عام المنظمة جابري سوس إن الوقت قد حان لتجاوز المصالح القومية وتطعيم 70% من سكان العالم داعيا إلى مشاركة اللقاحات بشكل أسرع وأضف أن تركيز الدول الغنية على الجرعات المعززة قد يؤدي إلى نقص في اللقاحات لدى البلد الفقيرة حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن الغالبية العظمى من المرضى الذين ينتهي بهم الأمر في ورف الرعاية المركزة بسبب الإصابة بكوفيد 19 لم يتلقوا الجرعى التنشيطية من اللقاحات وقال جونسون خلال زيارة لمركز تطعيم ضد كورونا إن المتحور أميكرون ما زال يسبب مشاكل حقيقية حيث يتسبب بزيادة الحالات في المستشفىات كما دعا الناس لتوخي الحرص أثناء احتفالهم ببداية السنة الجديدة بعد أن قرر عدم فرض قيود أكثر صرامة في إنجلترا للحد من انتشار الفيروس نهاية النشر تذكير بالعنوي قائد المقاومة الوطنية يؤكد أن تحرك ألوية العمالقة إلى شبوة سيحدث تحولا في بياد المعركة ضد ميليشية الحوثي تقارير تؤكد سعي بيشية الحوثي لإعداد جيل من المتطرفين عبر المناهج المدرسية والمزارعون في أبيان يتوجهون إلى استخدام منظومات الطاقة الشمسية في العملية الزراعية لمتابعتنا عبر البث مباشر زروا موقع القناة الغد ويدتكم وتطبيق لبن الإخباري كنتم بصحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر